قال تعالى والحب ذوي العصف والريحان أن الحب كالقمح وشعير ونحوهما له في حال نباته عصف وهو ما على السنبلة يعتبر الشعير من نباتات الفصيلة القمحية ويتميز بقدرته على تحمل ظروف المناخية الجافة والباردة كما يعتبر من المواد التي تدخل في علاج الكثير من النزلات المرضية التي تصيب الإنسان وأكثر ما يدل على أهميته وفأدته العظيمة أن الرسوم يليه الصلاة والسلام أوصى بتناولهما خلال التلبينة المصنوعة منه كما يعد وسيلة فعالة للتخلص من الدهون الزائدة في الجسم وسنتحدث في هذا التقرير عن فوائده بشكل عام وعن فوائده للتنحيف خاصة فوائد الشعر المغلي للتخصيص يسد الشعير الشهية ويؤدي إلى الشعور بالشبع لأنه يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الطبيعية خاصة ألياف بيتنجولوكان التي تبطئ من عملية الهضم وتقلل من امتصاص الكرب وهيدرات كما يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية غير المشبعة والتي تخفض مستوى الكولاسترول في الدم كيفية استخدام الشعير للتخصيص تتنوع الطرق التي من خلالها يمكن استعمال الشعير من أجل حرق نسبة كبيرة من الدهون المتراكمة في الجسم حيث يمكن تناوله كم شروب وذلك بنقع كمية منه في الماء المغلي وشربه أو تناوله بأضافته إلى خلطات ووصفات خاصة بالتنحيف أو من خلال إضافة دقيقه إلى الخبز أو بعمل قهوة الشعير وذلك بتحميص كمية منه ثم طحنها لتكون جاهزة لصنع القهوة مكونات الشعير الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان العامة مجموعة من البيتاء كاروتين وحمض الفوليك اللازمين لصحة الشعر والأضافر والبشرة نسبة من فيتامين جاء أكبر مما هي في الحمضيات بحوالي سبعة مرات تقريبا بعض المركبات الأساسية التي تدعم جهاز المناعة وتعزز عمل الغدد الصماء نسب عالية جدا من الكالسيوم والفسفور حمض الليينوليك المسؤول عن إنتاج الطاقة في الجسم مما يؤثر في عمل المخي وفي عملية تكوين الخلايا يحتوي على نسبة كبيرة من الزنك الذي يشفي من بعض الأمراض الحديد الذي يمنع الإصابة بفقر الدم وصفات الشعير للتخسيس وصفة الشعير والزنجبيل للمكونات ملعقة كبيرة من مطحون الشعير ملعقة من مطحون الزنجبيل ملعقة كبيرة من أوراق النعناع الطازج كواب كبير من الماء المغلي جيدا طريقة الاستخدام نضيف المكونات السابقة إلى كواب الماء ونتركها منقوعة لمدة ربع ساعة على الأقل ثم نشربه قبل أو بعد تناول وجبة الطعام ونكرر الوصفة ثلاث مرات يوميا وصفة الشعير والزباد المكونات للتخسيس علبة لبن الزبادي ملعقتان من الشعير المنقوع طريقة الاستخدام نضيف كمية الشعير المنقوع إلى لبن الزبادي ونتناوله كوجبة رئيسية خلال اليوم حيث يمنح شعورا بالشبع لاتنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والدعم بلايك والمشاركة لتعم الفائدة